وارجعنا لكم تاني عزيزي المشاهدين قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولة حلقتنا النهاردة أو فقرتي النهاردة هتكون على حق حق معلمة معلمة أجيال على أكتر من خق لماذا أكتر من 35 سنة زي ما بنتكلم على فساد بعض المدرسين أو جشحهم واللي بيحصل في السناتر لازم كمان نتكلم على حقوق مهضورة المدرس الخاصة شرفني ويسعيدني النهاردة يكون معنا أستاذة أمال عطية مدرسة تأسيس ابتدائي أهلا وسهلا بحضرتك شرفتي ونوارتي سالون الأمير ربنا بارك لك يا رب في البداية وقبل مبدأ حواري مع أستاذة أمال أول معرفت حكايتها وموضوعها في ناس كتير قالوا لها ما تطلعيش ما تتكلميش كانت خايفة خايفة من الأزايا طيب مين يقدر يأذي مين يقدر يأذي لو رب العباد أسملك بالرزق وأسملك بأن أنت تنتصر أقنعتها وكلمتها وقلت لها أنا حب أن أنا أعرض الموضوع وأتكلم معاك لإني جات لي كتير من الشكاوى على الصفحة الرسمية للإعلامية أميرة يحيى على أمور المعلمين معلمين وخصوصا معلمين المدارس الخاصة أهلا بك مرة تانية أستاذة أمال طبعا كلنا بنحيي وبنقدر كل اللي علمنا حرف من وإحنا صغيرين خصوصا للمرحلة الإبتدائية أنا عايزاكي النهاردة تتكلمي برحتك تتكلمي في شكواك مش هسألك أسئلة بس أنا عايزاكي أنت تتكلمي الجمهور وتقولوا لهم مشكلتك بدأت إزاي وعملتي إيه عشان تحاولي تدفع عن حقك وتغذيب والله أنا بقالي 36 سنة شغال مدرسة طبعا أنا تعينتي في مدرسة دكتور كامال سليمان كان سنة 84 طبعا اشتغلت عدت في المدرسة دي 20 سنة جمح تجوني في مدرسة الجزيرة قالوا في نقص مدرسين والمهم إن أنا إيه رحت برضا عشان إيه إن أنا يبقى رحت يعني ما أسرتش يقولوا لا مثلا رفضت النهاية إيه تروح للمدرسة دي طبعا كنت عدت 20 سنة فيها التكليف جالك من المدرسة نفسها من المديرة اللي كانت معانا بنت الدكتور يعني أنا مجموعة مدارس أه لكن أنت مش أوليه ومؤسسة أربع مدارس أربع مدارس التداوي عددي والسانوي تمام بس فالمهم طبعا رحت الجزيرة طبعا اشتغلت فيها يعتبر دوقتي أنا فيها من 16 سنة يعني بقى لي 36 سنة كده من دا كبيرة جدا عمل بسم الله ما شاء الله فطبعا طب أنا أخليك فطبعا الحمد لله يعني جهد ومبز يعني بزل جهد جامد جهد من حكمتك على مدارسنين وهي أصعب مهنة هي رسالة يعني أنا أنا باعتبر التعليم أنا حكنا حبنا يعني باحت حبر الشغل الحمد لله فبيدي على قد ما بيقدر يعني الحمد لله وبأسرش يعني في أي حاجة وطبعا خدت جواز برضو واخد جواز تقديرية والمعلمة المثالية طب احنا نطلب من الأعداد يعرض لنا شهادات التقدير للمدرسة المثالية المعلمة المثالية نعرضها وتفضلي حضرية الكاملة كلامة بس وبعدين طبعا اتفاجأتي بقى لزواء اللي فات صاحب المدرسة إن هو طبعا قال لي لأ أنا كده ما عنديش تدريس ليكي أنت تروحي المدرسة تانية مشرفة وطب طب ازاي طب يعني ازاي بعد 36 سنة عمل مدرسة فصل كنت مسكة ربعة وخمسة وستة بدلوا عربية توديني مدرسة تانية كمان بانين يعني كان مش ابتدائي ولا يعني ما عرفاش طبعا يعني ما ليش شغل فيها خالص إنه روح طبعا فيها والشغل فيها مشرفة طب ازاي طب فين حقي بقى طبعا حقي تضيع باله سنين يعني طبعا في مرتبات ومكافئات طبعا هو السبب ده الأول والآخر إن أنا اتكلمت كمرتب اه اتكلمت على مرتب حضرية طبعا كلمتي طبعا سمي زيادة المرتب أسأل حضريةك بتاخدي كان ولا صعب شوية المبلغ يعني باخد ألف جنيه ألف جنيه وحضريةك بتشتغل يباليك خمسة وثلاثين سنة مدرسة؟ ستة وثلاثين سنة ستة وثلاثين سنة؟ ستة وثلاثين سنة ألف جنيه إزاي إذا كان الحد الأدنى أعتقد إن فيه قرار من رئيس الجمهورية أو قانون إن الحد الأدنى للمرتبات ألفين جنيه ولا ده لا يطبق استفسار ده سؤال أنا ده بس تفسر وبسأل كإعلامية هل إحنا طبقنا القانون أو طبقنا قرار إن الحد الأدنى لكل اللي بيشتغل بقى سواء كان في العمل الحكومي أو في العمل الخاص ألفين جنيه ده بيأكد إن لا القرار ما تطبقش مع حضرتك وبعدين ده عمري تاني يعني السنين طويلة يعني طبعا طب يا فندم إزاي ألف جنيه مع إن المفروض بيبقى فيه زيادة كل سنة لا ممكن العلاوة ممكن العلاوة اللي هي الدورية اللي ممكن ناخدها إحنا ما خدناش العلاوة الدورية السنة اللي فاتت يعني العلاوة اللي نزلت السنة اللي فاتت إحنا ما خدناش إحنا لسه وقدنا الشهر ده بتاعت السنة دي طب وهل المدرسة عندها مشاكل مادية مثلا التلاميذ ما دفعوش مع إن اللي أنا عرفه فيه يعني أمهات كتير وأولياء أمور كتير بيشتكوا إن يدفعوا حتى فلوس الباص على فكرة إحنا إحنا كمدرسين لما بكون عارفين فيه أولاء أمور مستبعدين مثلا ما بيدفعوش أو كده إحنا بنتكلم إحنا بنساعد كمان المدرسة على برضو دفع المصرفات لين مصلحة لينها مصلحة للمدرسة على أساس برضو لوحد يعني ما يبقاش فيه تأثير وبرضو ما يقصاش مرتبات مينين والكلام ده فالحمد لله المدرسة الحمد لله برضو شغالة كويت طب يا فندم حضرتك أنا عايز أعرف دلوقتي دلوقتي ده تعصف ولا تعند مع حضرتك من إدارة المدرسة إن هم عايزين ينقلوكي ولا هم يعني عايزين يستغلوا عن خدمات حضرتك أنا أتكلم في حقي فما ينفعش إن أنا أتكلم فيه يعني أنت ترضي بما هو مكتوب حضرتك نقابية آه معايا كرنية نقابة ومعايا ودخل في صندوق الزمالة كمان طب نحط سورية الكرنية بعد إذنكم يعني كرنية هوت النقابة وصندوق الزمالة طب أنا ألغي كل ده بعد 36 سنة في العمر ده كل يعني أن عمري ده كل ده فعلى صندوق الزمالة وفي النقابة طب أنا كل ده يروح بقى بعد 36 سنة وبقى مشرفة أنا عندي 55 سنة على فكرة دلوقتي يعني إيه هيديع كل السنين ما أنا دلوقتي لما هو دلوقتي بيديني ورقة جديدة إن أنا كعمل جديد إن أنا بقى مشرفة فيه طب السنين دي كلها راح تفهمي آه يعني هو هيعمل عقد الحضرتك جديد اللي هو كأنك لسه بتشغلي النهار ده أيوة يا نهرب يا طب بيزيب أنه منطقة ما هو تقدم لي وراء إن أنا أكتب أمضي عليها إن أنا دلوقتي بقيت مشرفة يعني طب سويني بس يا فندم بقيت مشرفة بعد سنين عمر بعد سنين دي كلها لا مش قصدي قصدي العقد بيقول كده ولا هل أنت لسه متعينة النهار ده مشرفة يعني يوم تمضي الإشراف ده هتعين بقى إشراف بقى جديد آه على مرتب جديد وحاجة جديدة وكأنك ما كانش ليكي مثلا بقى طويل في المدرسة لا إحنا ما لنجح كلام في المرتبات والكلام ده هو طبعا هو التغيير من مدرسة لمدرسة ومن عمل لعمل يعني أمشي من مدرسة لأنا كنت فيها الجزيرة أروح مدرسة تانية وبعدين أمشي مدرسة الجزيرة دي طبعا منطقة إيه فندم؟ في مصر الأديمة التعليمية إدارة مصر الأديمة التعليمية إدارة مصر الأديمة طب حضرتك عايزة إيه؟ عايزة حقق نعاكي كاميرا حضرتك وبنطالب من وزير التربية والتعليم الدكتور المحترم دكتور طارق شوئي اللي في العديد والعديد من اللقاءاتي بحييه وبشكره على مجهوده القوي في وزارة التعليم هو أكيد مش هاير ده برضه أكيد مش هاير ده بكل ده إن أنا بعد يعني بعد العمر ده كله بعد تعبي أوصل لخمسة وخمسين سنة وبعدين يوديني إشراف طبعا أصلا خبرة حضرتك حاجة كبيرة جدا المفروض إن إحنا أصلا نتمسك لإن الدولة الدولة في حاجة للمعلمين إزاي أنا بسرح يعني الدولة أصلا إزاي إن أنا وخبرة زي حضرتك وبعدين عدد المرسة مش كتير حضرتك برضو يعني عدد المرسة هو مش حكاية ده هو كان عايز مدرسين آه طيب إنت عشان تعوز مدرسين تطلع الأكبر ناس في المدرسة تمشيهم ويجيب اللي إنت عايزه بقى يعني الله أعلم أنت جايب إيه بقى يعني طيب مطالبات حضرتك إيه لأ عايزة حقي بقى يعني عايزة حقي بقى يعني حايف مرتب حايف مكافأتي اللي ما باخدهاش حايف تقدمتي بشكوى رسمية آه حايف تقول إيه لي تقدمتي بشكوى رسمية روحت للمدرية بتاع التربية والتعليم وطلعت للمدير وخد بني الشكوى وكان مستغرب جدا إن إزاي 36 سنة وبعدين يحاولني المشرف ممكن نحط سورة الشكوى على الشاشة بعد إذنكم يعني إزاي إن أنا بعد 36 سنة بقى مشرفة هو استغرب جدا طبعا للكلام طبعا آه يعني معجبوش بصراحة آه إزاي يعني كده مشرفة هي مشرف الدور مشرفة آه مشرفة على إعداده وعلى سنة وأشرف أطلع وانزل واطمقت وعمل يعني طبعا ده شغل اللي طبعا شهد بزايا لا 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 العمر إذا كنه كده خلاص وتبني طفل طالع بس على فكرة أيام الدكتور كمال ما كانش فيه كلام ده يعني أيام الدكتور كمال بصراحة لو كان فيه أي حاجة بيتدقي أنه كنا بنروح له كان بصراحة بيقع معنا ده كان مدير المدرسة؟ كان هو صاحب المدرسة كان صاحب المدرسة هو مؤسسين دلوقتي الله يرحمه بقى الله يرحمه الله يرحمه طيب طيب حضرتك دلوقتي بتوصل يعني اللي واصلني من حضرتك إنها شكوى إدارية فيه تعند وفيه تعسف في الإدارة عند حضرتك إنه هما اللي وصلني كده اللي أنا فهمها من كلام حضرتك بيزهقوكي عشان إنتي قدم استقلتك وتمشي طب ما فيه حاجة أسهل من كده يا فانتون طب ما يطلقوكي معاش مبكر على الأقل طب بس أنا حقوق حقوقي فبيدون حقوقي بقى كلها نوريسة كنت بقول لحضرتك هوا بتأدير حضرتك حضرتك خدمت الوطن المعلم زي وزي الجندي حضرتك خدمت الموطن لأكتر من 35 سنة ليكي حقوق وليكي صندوق زمالة وليكي معاش وليكي حاجات في النقابة ليه يا فانتون كده صندوق الزمالة ده لازم يكمل ب60 سنة لازم 60 سنة النقابة ممكن تكامل أو ممكن أطلع بها عادي مجراش حاجة المعاش حقده بس برضو مش هيبقى كامل مكافئتي حتبقى نظامها إيه ما هم اللي مطلعينيك مش حضرتك اللي مقدمة للمعايش ما هو ما طلعنيش وما قليش معايش ولا اللي حاجة هو دوقتي بقول لي انت خلاص من شغل للشغل فتقبالي ده ده لازم تقباليه ده أمر وقع لازم تقباليه فده ما أنا مش قابله خلاص قديم استعالتك لا إله إلا الله قلنا مع حضرتك وإحنا بناشد وإحنا بناشد وزير التربية والتعليم أحنا بناشد وزير التربية والتعليم حضرتك حد محترم جدا الدكتور واعي وبيهمك العملية التعليمية مش هيرضى بالزرمي طبعا المعلم لو مش هيكون مرتاح ويكون عنده إنصاف أكيد عمره ما هيعرف يدي أكيد عمره ما هيعرف يبني لو هو حاسس بالإضطهاد عمره ما هيعرف إن هو يطلع لي ناشئ سليم وسوي فهطلب من حضرتك إن أنت تبصي للكاميرا وتقولي مناشدتك وإن شاء الله صاحب القرار ينظر لحلقاتنا ويشوف حضرتك وصوتك يوصل له يا فانت أنا بأس برجو وزير التربية والتعليم إن هو يشوف حقي في الكلام ده وإذا كان صح إن هو من حق إن هو يمشريني أو ينقلني من مكان لمكان بعد العمر ده كله وبعدين ما قدرش أخذ حقوقي يعني أشوف طيب يعني إزاي يعني لو هو يرضي الظلم ده خلاص لكن طبعا أنا عارفة مش هيرضى بالزلم ده ومش هيرضى طبعا بكل اللي هو بيحصل في المدارس وبأيين طبعا إحنا طول عمرنا مظلومين بصراحة كمرتبات وكمكافئات وكل حاجة ما بنخدهاي صح يعني كل حاجة بنخدهاي زي أي حد زي ما هما زي ما الدكتور بيقول زي المرازيب بيقول يا فندم يا دي سياسة المدارس الخاصة يعني سياسة المدارس الخاصة بس أعتقد بس أعتقد بس أعتقد أعلم كده أعتقد يعني أعتقد أنا استغرابة جدا من ألف جنيه وبعدين أنا يعني أنا لجبت الموظف اللي هو شغال في حكومة ولا الموظف شغال في خاص يعني ما جبتش لده ولا ده على عمري وعلى سني وشغلي طبعا يعني 36 ألف جنيه في الوقت اللي إحنا فيه ده كمان يعني إزاي فين التعيناتي الجديدة بتتعين بكم دلوقتي يعني العين جديد دلوقتي يبقى أكتر مني أنا بعد العمري ده كله طبعا لأنه هيتعين على المرتبات الجديدة على المرتبات أنا فين بقى مرتبية فين أنا بقى مرتبية ولا أي حاجة يعني مفيش أي حاجة وكمان مش مرتبية فندم نحنا بتنكلم دلوقتي طعب وشاء عمر ممكن يضيع علشان خاطر اللي هو أنا مش عايزك في المدرسة اللي هو أنا بحط لك العودة في المنشار يا دقباني تبقي مشرفة دور ويتعب لك عقدة جديد كأنك لسه شغالة أول مبارح وتفقدي كل المميزات اللي عندك العمر ده كله يا أم قدمي استقالتك ولما تقدمي استقالتك بقى كل الشاء طعب وشاء طول عمري طب ماشي اللي خمس سنين اللي جايه مش مهامي طب اللي فاد ده كله فين طب أنا نفد كله يعني ربنا يباريك لك ربنا يخليك إن شاء الله بإذن الله بإذن واحد أحد المسؤولين إن شاء الله كل المسؤولين يشوفوا يوصلوهم تقديرا للمعلم تقديرا لدور حضرتك ومجهودات حضرتك اللي قمت بيها على مدى العمر ده كله إن شاء الله بإذن الله بنضم صوتنا لصوتك وبنطالب من المشاهدين الكرام اتكلموا على حقوق الناس مش دايما كل المدرسين بس لأ دروس خصوصية وصناتر لا فيه فيه أستاذة معلمة مبجلة علمت أجيال لمدة 35 سنة وإلى الآن بتاخد ألف جنيه وكمان عايزين يمشوها ويضيعوا سنين للعمر ده كل طبعا حق الرد مكفول للجميع لو المدرسة عندها مدرسة إيه فندم؟ جزيرة الرودة الخاصة جزيرة الرودة الخاصة لو مدرسة جزيرة الرودة الخاصة عندها أي كلام غير ده حق الرد مكفول للجميع وتعرفنا وتقول لنا لأ هي ماضية هي بتقبض على مبلغ كذا أو لأ محدش عمل معها الكلام ده وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيفرجها على حضرتك وحقك هيترجعلك بإذن الله يا رب ربنا خليك لسه مستمرين معاكم في حلقتنا مشاهدينا الكرام وقبل ما أطلع معاكم للفاكرة التانية أحب أشكر أشكر أستاذتنا ومعلمتنا أستاذ أمال عطيك شرفتين ونوارتين هنطلع فاصل ونرجعلكم مع صلوننا السياسي ومين قادر يكون نائب المستقبل مع أستاذ هشام الهمامي مرشح الدائرة التسعة هرم الواحد أكتوبر وزايد نطلع ونرجعلكم تاني مشاهدينا الكرام اشتركوا في القناة